السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير نستكمل مع حضراتكم هذه الدراسة المثيرة لمصار الحيوان المنوي بواسطة طريقة مبتكرة للتصوير بأشعة الليزر الحديث أكدت الدراسة أن الحيوان المنوي لا يسير ولا يتحركه بطريقة العشوائية وفقا لتركيز الكالسيم العالي أو المنقفض وإنما يتحرك وفقا للتغير يعني هو مش قاعدة سابتة بتحرك الحيوان المنوي نسبة كالسيم في جسمه أو في البويضة أو حولين البويضة لا ده هو بيشوف الموقف أنا عايزك تفهم أو الدراسة عشان تسبح ربنا أوي وتعرف ربنا أوي وتوحد ربنا أوي وتحمد ربنا أوي فهو يعني وكأن عقلا كبيرا في دماغ الحيوان المنوي فوفقا للتغير في تركيز الكالسيم مستخدما قواعد الاشتقاق وحسابات التفاضل والتكامل بدلا من اعتماد على التركيز المطلق لإيه للكالسيم الحيوان المنوي أضافت الدراسة أنه يتحرك بشكل متماثل اسمع بقى الله 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 يتحرك بشكل متماسل أو في خط مستقيم عندما يكون تركيز الكالسيم صغير بينما يتحرك زيه للحيوان المنوي بشكل غير متماثل ومنحاني كده يبتل يلعب شوية كده عندما تكون تركيزات الكالسيم عالية يعرف ازاي يدفع الحيوان المنوي هذا ما يدفع الحيوان المنوي للتحرك معتمدا على التغير بين هذه التركيزات المختلفة في طريق نحو البويت يعني التركيز الكالسيم داخل الحانون المنوي هو اللي بيحركه اللي إيه تركيز الكالسيم قليل قليل يتحرك في خط مستقيم كده عالي يبتدي إيه يتحرك في خط متعرك ليه ليه كلام ده اسمع بقى فصر الباحثون قيام الحيوان المنوي بهذه الحسابات المعقدة بدلا من الاعتماد على وسائل أكثر بساطة والسهولة للحركة فصروا ذلك بإيه بسبب ارتفاع تركيز الكالسيم حول البويضة يبقى دل بيحرك الحيوان المنوي وبالتالي صعوبة اختراق الحيوان المنوي للبويضة وهو ما يجعله يلجأ لهذه الخدعة ليتمكن من الحركة بسهولة البويضة حولها تركيز كالسيم عالي جد هو بقى عايز يخترق البويضة يغير من حركته هو يام حركة مستقرة في خط مستقيم يام حركة يعني يبتري يبص يشوف سبحانك يا من أعطيت كل شيء خلقه ثم هديت حتى الحيوان المنوي قيم وهذا العلم الذي يؤدي للإيمان يفعل قضايا التوحيد والعقيد الذي ينقصنا أحبة في الله أن نعرف الله حق معرفته وأن نوحده كما يحب ويرضى وأن نحقق العبودية الحقة لله عز وجل العبودية الحقة لله عز وجل يطلق المشي في خط مستقيم يطلق متعرك زي ما كنت سواء عربية كنت قاعد يتفضى المطباط قاعد يمشي في حتة سليمة حتى ده يعني بقدر الله عز وجل فانت حزين ليه تحزنش أبدا لا تحزن فانت موحد بالله عز وجل نحن قدرنا بياكم بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين قد يعرف يسبق ربنا بحسب الذين كفروا أنهم سبقوا معنى كلمة مسبوقين هنا في القرآن معنى هذه الكلمة أن الإنسان لا يمكن أن تكون له إرادة مستقلة عن إرادة الله كل داخل إرادة الإلهية ما شاء الله كان ولو شاء الناس لو شاء الله كان وإن لم يشاء الناس يعني وما لم يشاء لم يكن وإن شاء الناس إذن إرادة الناس مش مستقلة عن إرادة ربنا لا إرادة ربنا هي الغالبة هي القاهرة طبعا كلمة الإرادة والمشيئة والقدر موضوع كبير أسأل الله تبارك وتعالى أن أتحدث فيه كل أفعال الإنسان بعلم الله تحت بصر الله تحت سمع الله وبعلم الله بمشيئة الله بإرادة الله لا منع لما أعطى الله عز وجل ولا معطي لما منعه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون دمعنى إيه معنى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلم إياك أن تعتقد طيب بلاش إياك أن تعتقد إياك أن تحاول أن تتخطى الخط الفاصل ما بين العبودية والربودية هلك من هلك حينما تخطى هذا الفاصل ورأى أنه استغنى ولذلك ربنا يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى رآه دي رؤيته لنفسه وحور إنما هو مستغني لا ترفت عينه ولا أقل من ذلك عن الله هز وجل لا يمكن كلا إن الإنسان لا يطغى أن يستغنى هي الآية كده لا مش كده كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى يعني هو شايف نفسه كده شايف ببشريته بضعفه بقصور عقله بظلمة قلبه شايف إن هو ممكن يستغنى عن ربنا إنما الإنسان السوي السوي الصحة نفسية عقلية يعني لا يمكن أن يعتقد أنه يمكن أن يستغنى عن إنسان في لقات قلبه في حركاته رئتيه في حركاته في مجرى بوله في العمليات بالملايين اللي في الخلايا لا يمكن تستغنى عن ربنا سبحانه وتعالى من اللي استغنى عن ربنا وفلح من اللي رأى نفسه مستغنى عن ربنا أصد لا يمكن دي رؤيته النفس رؤية استكبار في الأرض بغير الحق رؤية غطرسة توهم تخيل ظن سيء إنما العابد لا يرى نفسه مستغنى عن الله طرف فدعين ولا أقل من ذلك دي معناها وما نحن بمسبوكي أفرأيتم ما تمنون تاني ما لازم يعني أفرأيتم أتكلمنا فاكتير بنتكلم تاني الحيور المبنية في رأسه مادة قادرة على أن تزيب جدار البغيطة عشان يطل هذه المادة مغطاة بغشاء رقيق الغشاء رقيق دي مجرد أن يصطدم حيور المبنية رأسه بالبويضة يقوم الغشاء ده متمزق تنزقه للمادة دي بس باللامس كده باللامس حيور المبنية يقابل جدار البويضة يتمزق الغشاء الرقيق على رأسه ويتطل طيب نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أفرأيتم ما تمنون دي بعض الحقائق يعني يعني لما يعني موعد أعمل يعني أجهز أعمل إيه أجهز أبحاث في أفرأيتم ما تمنون والحلمانة والإخصاب والبويضة يبقى احنا بقى ممكن نقعد سنين طبعا لأن الأحاس كثيرة جدا جدا أنا بس اللي بفتكره بحطه على الباور بوينت وبنتكلم في اللي بنفتكره يعني طيب بعد كده احنا ماشيين في سورة الواقعة ما هي الآيات اللي بعد نحن خلقناكم فلو لا تصدقون كلها رد على إيه وقالوا إذا متنا وكننا ترابا وعظاما أئنا لم أبعوثونا أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لم أبعوثونا إلى ميقاتي يوم المعلوم ثم إنكم الآيات يعني يضلون المكذبون بعد كده نحن خلقناكم مش هتسدقوا بقى إنها هتبعثوا تاني أفرأيتم ما تمنون الآيات بقى يعني اتغلت بالك من النسق والنظم كده أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزرعون كلها براهين إيه نقلية والعقلي نقلية عقلي ما هي نقلية ولكن تخاطبوا صريح العقل صح أو لا أأنتم تزرعونه أم نحن الزرعون أأنتم تخلقونه في المنية أم نحن الخلقون هي هي أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزرعون أنت بتعمل إيه في الأرض غير أنك بيحط البزرة بس زي ما الراجل بيعمل إيه في عملية إخصاب الويضة لأنه يكتمع بالمرأة في الحلال وبيعمل أكتمع من كده حينما يكتمع الزوج مع زوجته ما بيعملش أكتر بأن البزرة بتتزرع في الرحم بعد كده خلاص وبيعمل إيه أكتر من كده لا يفعل أكتر من الزرع الفلاح برضه الزرع في الأرض بيحط البزرة يعني أنا كنت قاعد مرة في زيارة صديقه وعنده جنينة بسيطة كده حديقة وبعدين لقيت الزرع مسك كيس كده وفيه إيه بزورة بقدرة وعادي يعملها كده في الأرض كده بقول له تعمل بقول لي ده يبقى تعالي لك بعد كب شهر كده أجيب لك كوزين دور يعني أنا أصد أو بيعمل أكتر منه بيبزر بالعكس بقى ده فيها حاجة يعني أكثر طرافة أن كنت قاعدين مثلا في الشرفة بيأكلوا بطيخ فالهم بعد البطيخ فريموا البزر في بيزر البطيخ ليه بالبطيخ يا أنا أصد فبعد شوية لقل في الصيف البطيخ طالح هو عامل أكتر من اللب نزل الأرض ما هو كده البزرة في الرحم بس أنت بتعمل إيه نحن خلقناكم لول فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون هنا برضو أفرأيتم ما تحرثون بيوجه نظرهم برضو ما يكون لها أدلة براهين على البعث بيخاطب بها إذا كنا ترابا وعظاما إنها لما بعثون طب اسمع يا سيد ما ده أهم ما هي دي زي البعث والنشورة هو أأنتم تزرعونها أم نحن الزارعون إنتم زرعتوا إيه إذا عملتوا حاجة إنتم رميتوا البزرة وخلاص ربنا تولى أمر البزرة بالنماء والعناية والرعاية والأرض الخصبة والمية اللي نزم من السماء وآلاف الموافقات عشان تطلع لك بطيخة أو شمامة أو طمطماية أو خياراية مش كده ولا بس إنما لتولى العملية كلها برميتها مين الله عز وجل الله عز وجل معنى ذلك أن خلق الإنسان أحد أكبر آيات الدل على عظمته الدل على وجوده الدل على وحدانيته الدل على كماله هنا بليجي تاني نتكلم عن طعام الإنسان وشرابه أكبر آيات دل الله عز وجل الله طيب أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارع هنسيب دية يعني إيه قصة الزارع والنبات والإعجاز في النبات قصة طويلة طيب نقلب أهوان الجالات هنسيب دية إن شاء الله في حينها أفرأيتم الماء الذي تشربون فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون يعني المية دية اللي بنشربها دي بسم الله الرحمن الرحيم دي عجاز أنت المنزلها من فوق المزن اللي هو السحاب يعني ولربنا ننزل ننزل المي لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكروه سبحانك رب وقليل من عباديه الشكور وقليل من عباديه الشكور المزن ده يعني قصة قصة طويلة برضه بس لازم نقترب منها فسيبنا الحرس والزرع عشان نشوف المي اللي نزل من السماء عشان تنبت الزرع ده المزن بقى عبارة عن تجامع مرئي لجزيئات دقيقة من الماء جزيئات الماء دي اعجاز في خلق لأنها هقولك الوقت ليه هقولك الوقت ليه لأنه لولا قدرة العزو جل ما تشربش انت كوب الماء دي هقولك ليه تجامع مرئي لجزيئات دقيقة من الماء أو الجليد أو كليهما ما عنده المزن اللي هو السحاب يعني أنتم أنزلتمو من المزن يتراوح قطف نرجع لأرقام تاني الأرقام اللي بعشقها لأنها أرقام تدل على وحدانية الخالق جل وعلا وأنه الخالق البارئ المصور وأنه أحق من عبت لا إله إلا الله الذي خلق هذا الخلق هعبد إله لم يخلق ولم يدبر ولم يرزق ولم ينزل الماء من السماء ولم يخلق المني هو دا إله ببنسبة إيه يعني الآلهة دي ببنسبة إيه ببنسبة إنها يعني هم قالوا كده إن هي إلا أسماء إن سميتموها سيدنا يوسف بيقول لصحابي السجن كده إن هي إلا أسماء إن سميتموها أنتم وأبائكم ما أنزل الله بها من سلطان سموا زي أنتم عايزين إله للشجر وإله للحب وإله للجمال وإله للخير وإله للشر وإله للمطر وإله عليها يعني سمي زي ما أنت عايز إنما الإله الحق هو أحق من عبت هو الله الذي لا إله إلا هو تجمع مرء لجزيئات دقيقة من الماء أو الجليد أو كلهم معنى يتراوح قطرها بين واحد لميت مايكور المايكورن ده واحد الطول في النظام الدولي الوحدات تعادل جزء من مليون من المتر بيسمى مايكورومتري يعني ويسمى إحيانا مايكورن اللي هو ده يبقى المايكورن عبارة عن جزء من مليون جزء يبقى قطر الجزء الجزء قطر الجزء اللي هو اللي هو تجمع مرء لهذه جزئات قطره ما بين واحد لميت مايكورن المايكورن جزء من مليون جزء طب إيه اللي بيخلاق قطرات حاجة اسمها التوتر والسطح يا أول الوقت تبدو سابحة في الجو على هتفعات مختلفة كان كما تبدو بأشكال وأحجام وألوان مختلفة اللي هي السحاب يعني المزد بتحتها على بخار مية وغبار وكمية إلا من الهواء الجاف مواقع الدسائلة أخرى وجزئات صلبة منبعثة من الرئيسات الصناعية قادي المزد بس لها دور في إنزال المطر طبعا هنشوف الوقت بس إحنا المائك وبعدين في صورة لقطر الماء هنا هذه قطرة يعني واحدة مكبرة عشرات المرات أو دعا الله في الماء قوة تسمى الصورة دي إن شاء الله جميلة جدا تسمى قوة التوتر السطح لولا هذه القوة لم تتماسك هذه القطرة ولم يستطع الماء أن يتبخر وأن ينزل المطر ولن توجد الحياة أصل لكن العجيب أن العلماء عندما أحصوا عدد الجزيئات في قطرة ماء واحدة ووجدوا في كل قطرة صغيرة هناك خمس تلاف مليون جزء أو جزء ماء واجعلنا من الماء كل شيء حي إن شاء الله الحلقة القادمة نتكلم عن قطرة الماء دي حتى نلقاكم أحبة في الله في حلقة الجمعة القادمة انقدر الله لنا اللقاء والبقاء في هذه الدنيا حتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم